على ما يبدو هناك انفراج طفيف في المشهد الليبي الذي اتجهت أطرافه المختلفة إلى التضامن لمواجهة داش المتطرف كما تأييد الحل السياسي لإخراج البلاد من الأعمال الإرهابية التي أتت على البشر والحجر وأدرت باقتصاد البلاد طاولة الحوار المزمع عقده في الجزائر هذه المرة ستجمع شخصية ليبية جديدة ومؤثرة على الأرض فإضافة إلى بحث تشكيل حكومة وحدة وطنية سيتم بحث التدابير الأمنية فضلا عن التطورات الأخيرة للوضع الليبي وتكرس جلسات الجزائر لشخصية وأحزاب سياسية رئيسية بينما تعقد محادثات أخرى برعاية أممية في المغرب لأعضاء البرلمان المنتخب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته ورغم عدم حل النقاط الخلافية المتعلقة بمصير السلطة التشريعية وتشكيلة الحكومة التوافقية فقد أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون أن جولة الحوار السابقة في الجزائر تعد نجاحا كبيرا بتوافق الأطراف على 90% من النقاط المقترحة في مسودة الاتفاق التي قدمتها الأمم المتحدة على أن تستكمل المفاوضات في الجولة القادمة توافق من شأنه إخراج البلاد من الأزمة التي تعصف به في ظل الصراع الدامي بين الفصائل المتنافسة وهجمات تنظيم دعش المتطرف الذي تسبب في إغلاق حقول ومرافق نفط رئيسية كانت تمثل شريان الاقتصاد الليبي الذي أصبح يأنه من تدخم فواتير أجور العاملين وبات في حاجة إلى 3.5 مليار دولار كل شهر للحد من ارتفاع عجز الموازنة بحسب خبراء اقتصاديين زينب خرفاتي العربية